عجبك تسوي مونتاج للفيديو ماتك اللي تريد تفعل قناتك باليوتيوب وحايرش تختار يا برنامج خليك ويانه السلام عليكم حبايبي شلونكم شخباركم يا رب تكونون بخير وياكم عادل من قناة كل يوم معلومة معلومتنا اليوم شون نستخدم أخف وأسهل برنامج مونتاج وهو البرنامج في المورة التسعة برنامج كلش خفيف وسهل باللابتوب وتقدر بكل سهولة تحرر فيديو فيديو يعني ما أقول لك احترافي بس فيديو كلش حلو وتقدر يطلع بصورة جميلة كلش وتقدر تشاركة بقناتك باليوتيوب فخليك ويانه وخلنا تعلم البرنامج ونستفاد منه خليكم ويانه حبايب تابع الفيديو حبايب رجعنا لكم تشرح البرنامج هذه هي آيكونة البرنامج وهذا هو التطبيق هذه هي واجهة التطبيق فنحن نفترض للفيديوهات اللي نريد نشتغل عليها خلنا افترض هذا الفيديو وهذا الفيديو وهنا الفيديوهات نفسهم والهذا الفيديو ادى الشاهدوني اجي افتح البرنامج واترك الفيديوهات هنا هنا نزلت عدي الفيديوهات هذه الفيديوهات شون اعرضها على الشاشة على اليمين اجي شا سوي اسحب الفيديو الاول واخليه ويا بداية لتراك وانطي خيار اجي اسحب الفيديو الثاني نفس الحالة اخليه صارت عدي هنا نطلع اقدر هنا انا اتحكم بيها فانجي من البداية للمقطع اجي اطيب لي حتى اشوف شي زايد الاردقص هساني شوف هذه المقدمة اريد اخلص من عدها هاي المقدمة الجزئية الاولى اللي هي بديت بها بالتصوير فما ريتها تطلع شون اخلص من عدها عندك خيارين اما تروح لهذا المقاص ايكونة المقاص تضغط عليه تضغط عليه شراح صارت عندنا هذا الفيديو تراك صار عندنا اثنين انقسم الى نصين اجي شون احذف هذه المقدمة بالبداية اضغط على الدقمة delete الموجودة باللابتوب اجي اضغط عليها شراح يصار عندنا رح يصار عندنا يعني الفيديو قبل يبدي بدون هاي المقدمة اللي انا بديت اصور بيها او دست دقمة التصوير فبدي اهنا الفيديو صورة صحيحة طبعا بنهاية الاتراك هذا الصغير هم اكو زيادة فاني شون اتخلص من عدها بنفس الطريقة اجي اشغل هنا اشوف هذه اريد اقطع هاي الجزئية طبعا هنا انا اضطيته كبير حتى شوي الشريط يكون اكبر حتى اسيطر عليه اجي ارجع هذا المؤشر اشوف انا نهيت التصوير اهنا شوف انا نهيت التصوير اجي شا سوي اضغط على المقاس واحذف هاي الجزئية بنفس الطريقة ادوس على دليت رح نحذف عدنه اجي هذا الاتراك الثاني نفس الحالة اجياني هذا اشوف هنا السلام عليكم اجي شا سوي اجي احذف هاي الجزئية البالبداية نفس الشي اطيه المقاس وامسح هاي الجزئية البالاخير هذه هسا عرفنا شوان نقطع الاجزاء من الفيديو عن طريق هذا المقاس او عن طريق هذا الخيار المقاس الفوق نفس الشي اجي ارجع المؤشر بالبداية اجي حبايبي انا كل المؤثرات اللي اريد اضيفهن انا للفيديو يكونن عن طريق ليارس يعني طبقات فوق الفيديو مو على الفيديو نفسه فاجي انا شون اضيف هذه المؤثرات اجي كليك يمين على هاي الصفحة وقل له اد فيديو تراك نفس الحالة كليك يمين وقل له اد فيديو تراك اد فيديو تراك حتى شصر عدي ثلاث طبقات اقدر اضيف بيها الاشياء اللي انا اريدها خلنفترض انه انا اريد اضيف يعني اسمي من خلال ما احكي هنانه واقول مثلا وياكم عادل حيبي شلونكم شخباركم يا رب تكونون بخير وياكم عادل من قلت وياكم عادل اكفت خيار عندك فوق اسمه تايتلز تايتلز تقدر من خلال تايتلز انه تكتب يعني عندك عدة خيارات تقدر من خلالها انه تكتب هاي الخيارات حسب اللي تشوفه انت مناسب تقدر تكتب على الفيديو فانت شو تشوف مناسب خلنفترض انه مثلا اختاريت هذا الخيار اختاريت هذا الخيار اجي تشيله تسحبه وين تخليه تخليه على هاي الليرس هذه الطابقة بالضبط فعد ما تشغل طلعت عندنا هاي الكتابة ويا منوية الفيديو بس انا ما اريد هاي الكتابة انا اريد اكتب مثلا اسمي فاش اسوي اضغط دبل كليك على هذا المكان المكتوب بالابيض او هذا بالاحمر اجي هنا اضلل الموجود وخلنفترض اكتب اكتب مثلا اكتب انجينير ادل امطي اوكي اجي اسحب اسحب هاي الجزئة هنا اي اهيج امطي بلي بس هنا هاي الكتابة طلعت يعني بوقت طويل فاني شا سوي اضغط على هذا الجزئ الجوي واجي اسحب على موضلة طويل عدي الكتابة يعني عد ما اقول وياكم عادل تطلع يعني بوقت قليل وكافي ها هي هو هذا الاريدة فانت شا تريد تكتب وش قد تريد المدة انت تتحكم بيه اهنا انا قلت مثلا انا كل يوم معلومة اريد اضيف هذا اللوغو كل يوم معلومة مثلا اسم القناة اتريد بهاي الطريقة تكتب اتريد اضيف صورة مثلا انا بالنسبة لي اضيف صورة هاي اعدي مثلا صورة اللي هي بصمع الفيديو اجي اسحبها نفس الحالة اضيفها هنا هنا اجي اروح على ميديا اجي اسحب هاي الصورة اسحب هاي الصورة اجي اضيفها هنا اسم القناة هذه الصورة مثلا اجيبها انا اسحبها اخليها هنا اجي الفيديو هو مش تغل عليها دبل كليك عليها اجي اش اسوي ازغر بالابعاد مالتها هنفترض اسويها بهالابعاد هذه اجي اصعدها اخليها مثلا هنا انا اهناش حتشيت انا معلومتنا اليوم شون نستخدم احنا قلت اسمي شوية نقلله وهنا اسم القناة فاني ش اسوي اخف انا قلت اسمي شوية قربة واقربها نجي للفيديو اجي اروا ياكم عادل من قناة كل يوم معلوم اجي اش اسوي اقلل عادل انا موضمي اخذه وهنا اضغر من كل يوم طلعت هذه كل يوم معلومة ويما قلت اسم القناة فانت تتحكم بالزمن مالتها وظهورها عن طريق هذا الشريط انت تتحكم بها تسحب والمدة اللي هي تطلع بها نفس الحالة تتحكم بها تقدر تضغط عليها double click على هذه double click شرح يطلع عدنا اطلع عدنا ثلاث خيارات واحد من خيارات اسمه motion تقدر تضغط عليه هذا motion ينطيها فتح حركة عد ما تظهر يعني على سبيل المثال هذه شوف شون تظهر فتنطي اوكي وانتا عدك عدة خيارات للظهور مثلا هيتش تريدها هيتش تريدها حسب اللي تريده خلنا افترض ان نختار هذا ننطي اوكي وخلينا نعيد حتى نشوف شون تطلع لاحظوا شون نزلت والبقاء مالتها البقاء مالتها يعتمد على طول هذه يعني اذا ردتها اطول راح تسحب هذا راح تظهر بوقت اطول فاني مثلا خنقول اريد هيتش تظهر كلش كافي فش راح يصير عدنا راح تظهر عدنا خلال هاي الفترة ذس وتطلع ترجع واسهل برنامج خلاص اوكي هسا نجي على فتشغلة اسمها الايفكت الايفكت فتشي كلش حلو انا اقدر اضيف يعني اضيف فالثيم للفيديو ماتي بحيث يعني ينطيني فتلمسة كلش حلو للفيديو على سبيل المثال هذا حاطلك هنا هذي خانة الايفكت حاطلك عدة ايفكتات 271 ايفكت تقدر حسب تشوفه انت انت وذوقك تقدر تسحب سحبة كاملة تسحبة وتخلي هنا على الفيديو ماتك تخلي على الفيديو ماتك لاحظ لاحظ الثيم انا شا سوي هسا تقدر تطيدي ليتمنى انا بالنسبة لي حاط هذني المفضلات مالتي تقدر اي واحد مفضل بس تضغط عليه هذا الايكون ما القلب رح يصير عندك هنا بخانة المفضلة بالنسبة لي حاط هذني المفضلات قبل اسحبهن على سبيل المثال انا اجيب هاي الجزء هذا الثيم واخلي هنا اخلي للاتراك الاول مثلا اللي صورته المقدمة شو رح يصير رح يصير عدي رح يصير عدي الثيم بهذا بالنسبة الاتراك الاول لاحظ اجي مثلا لالاتراك بقية الفيديو كله اجي مثلا هذا اضيف هذا الاتراك هذا الثيم العفو اجي اسحبه اسحبه لكل الفيديو على موت شنوة حتى بقية الفيديو كله يكون بنفس الثيم ما للتصوير طبعا هو هذا شيء كلش حلو يترك فدلمسة كلش حلو للفيديو ويعني انت شوية شوية راح تشوف الاشياء المناسبة اليك وبالمناسبة اكو عدة يعني خيارات عدك تقدر تحملهم مثلا هو يعني هنا تطي download يحملهم لتشوف انت مناسب هذه شغلة بقد شغلة انه انتقاله بين مقطع ومقطع انا عندي هذا مقطع وعندي هذا مقطع اريد اسوف انتقاله بيناته انتقال حلوة فنتروح لهذا الخيار transition هذا الخيار يخلي لك انتقاله بين كل فيديو واخر وانتقاله تكون جميل على سبيل المثال نختار هاي الانتقاله مثلا هو عدك هو يمطيك 233 انتقاله حسب اذا تريد تتفحص هاي الانتقاله double click عليها double click راح يراويك يعني شكل الانتقاله double click عليها هنا راح يراويك شو تشوف انت تشوف مناسب هذا فرح يعني تقدر تخلي طبعا هذا القلب تقدر تخلي اذا تضغط عليه راح تخلي بخانة المفضلة انا بخلي المفضلة على سبيل المثال خلن نختار هاي اجي اجيبها اسحبها وين اخليها خليها بين الفيديوين واترك يعني بين الفيديوين ما اصعد اخليها بين الفيديوين واترك خلينا نرجع ونشوف الانتقالة بين هذا الفيديو بين هذا الاترك وها الاخر السلام عليكم حبايبي شوان صارت بشكل حلو فانت وذوقك تريد هاي الانتقالة تريد هاي الانتقالة عدة عدة خيارات وتخليها انت بين كل ترك واخر حبايبي ببقى بس موضوع الاوديو موضوع الاوديو انت تريد تخلي في مقطع صوت ويا هذا الفيديو ماتك فتقدر انت شو تسوي تجي مثلا عندك هذا مقطع الصوت اللي تريده انت اجي نفس الحالة حالة حالة الصورة اجي افتح التطبيق واقدر اخلي اهنا بهذا الخانة الصار عدي اجي اسحب اخلي بالبداية صار عندي صار عندي اكو فتباق جراند الفيديو ماتك اللي تريد تفعل قناتك باليوتيوب اسمع السلام عليكم حبايبي شلونكم صار عندي فتباق جراند يعني على شكل ميوزيك للفيديو مالتي فتش يطي لمسة كلش حلوة للفيديو مالتي بس اكو فتش الله يعني هذا الصوت مالتي كلش عالي فاني شون اقلل الصوت مات بحيث حتى ميأثر على الحج مالتي والشرح مات فاجي اضغط دبل كليك على نفس شريط مال الصوت رح تظهر عندنا هاي النافذة اجي شا سوي انا على مود لا اصير عدي صوت عالي فاجي اجي على هاي اللي قبل يسار اكو عدك هذا الزغل على يسار اجي انزل اللي جو خليه تقريبا سالب جو الـ 12 بين الـ 18 وبين الـ 12 حتى يكون الصوت ناصي اضغط على اوكي واجي اسمع لاحظتوا الصوت الصوت صار خفيف بحيث ميأثر على شرح مال الفيديو فانت تتحكم بالصوت تريده شوية عالي حسب اللي تشوف انت مناسب دبل كليك وعندك انت تتحكم بي عن طريق هذه الدقمة اللي على يسار الشاشة اوكي حبايبي بقد شغلة مثلا تريد تضيف فد يعني فد لوغو او فد يعني فد اسم مثلا على طول الفيديو فانت مثلا محضر لوغو خاص بيك تقدر نفس الشي الشي وتخلي قبل هنا الضغط تجي تخلي فيديو تراك وبحد يعني تختار فيديو تراك وبحد وتخلي على سبيل المثال تجيب تخلي هنا خلي هاي تشغيل الفيديو فراح يطلع هنا دبل اكليك عليه اجي ازغر اخلي يعني مناسب يكون مثلا اريد هنا بس اريد على طول الفيديو يظهر فاني وانا ما زغرتي وخليت للوغو اقدر شي اسحبه على طول الفيديو بحيث طول الفيديو هو رح يظهر هذا اللوغو اجي اسحبه اسحبه اضغط عليه واسحبه بحيث يظهر على طول الفيديو مالتي اوكي حبايبي ها شغلة الشغلة المقطع الصوتي اذا اضفت مقطع صوتي ولمقطع الصوتي رح يكون اطول من الفيديو تراك مالتيك فنفس الحالة انت ش سوي يعني لازم تقطع المقطع الصوتي بحيث بحيث ما يكون اطول من الفيديو مالتيك حتى من تجي تحفظ لي يعني يحفظ لك بس ميوزيك يخلص الفيديو ويحفظ لك ميوزيك فانت ش سوى تضغط على الشريط المقطع الصوتي والزغرة بحيث يكون متناسق ويا من ويا الفيديو تراك مالتيك يعني بحيث يكون وياهن متناسق وياهن بنفس الطول فهكذا حبايبي ورا ما خلص هذه الاضافات اللي تشوفوها انتم مناسبة واللي تريدوها والثيم والاضافات ككتابة وهذا شون هسا طلعنا هذا الفيديو اللي راح تشاهدونه اجي لازم احفظ هذا الفيديو شون احفظ هذا الفيديو اروح للخيار اكسبورت بعدها هنا انا راح افتح لي هاي النافذة هنا يقول لي اجد تريد الدقة هنا سيتين اذا راح تتغير الدقة ازيد او قل من هذا حسب لتشوف انت مناسب اجي اختار الخيار سيتين واجي اختار الدقة الان اريدها طبعا كل ما كانت الدقة على كل ما افضل هنا عدد الاطارات هنا البيتريت يعني افضل عشرة الاف هذا الرقم هنا اضغط اوكي اضغط اوكي هنا اجي اغير الاسم مثلا اكتب علي فيديو فيديو تعلم فيديو تعلم المونتاج اجي اجي امطي اكسبورت فاجي هنا انتظر هنا عندك تحميل رح يكون حسب طول الفيديو وحسب الاعدادات اللي سويتها انت وحسب الدقة رح تنتظر الوقت يكمل الفيديو من يكمل الفيديو فانت رح يعني قبل رح تشوف وين المكان ما الحفظ مات ته خلونا ننتظر حد ما يكمل راجع لكم رجعنا لكم حبايبي هذا الفيديو كمل هنا ورا ما كمل تقدر تقول find target رح يطلع لك الفيديو وين حفظ ته انت هذا هو الفيديو تقدر يعني تقول لك cut مثلا وتخليه بالمكان اللي تريده انت هنا تنضي تقدر تسوي له مثلا new folder وتخليه بالمكان اللي تريده انت هنا عدنا حبايبي انتهى الشرح للبرنامج ويا ربي يكون عجبكم الشرح وشكرا حبايبي اتمنى لكون الفيديو عجبكم والشرح يكون بسيط وفهمتوا ويا ربي يكون الفيديو عجبكم ونلتقي لكم ان شاء الله فيديو جديد ومعلومة جديدة تحياتي لكم مهندس عادل ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وثيمان الله